خلف هنا على الثلاث نقاط اللي حدريك أشرت ليهم فقط من وجهة نظري طب ما بدأنيش ليه من الأول بدل التظاهر والاعتصام والإدراب ما بدأنيش بالحوار ده ليه اتبدأ بالحوار واتبدأت بالاعتراضات مع مين؟ يعني يا مهاريك بتقول عايز حوار على مشروع قانون المحامين عملوا بيان ان هم معترضين على ده وطلبوا ان هم يعودوا مع المجلس الاعلى للقضاء وللأسف لما ما حصلش ده واتبدأ بعض الانفلات من بعض الموجدين زي ما حصل في الجمعية العمومية اللي حصل في الجمعية العمومية القضاء عاملين جمعية عمومية في ضر القضاء العالي راح حوالي 10-15 محامي يرفعوا لفتاته ان هم محتجين على تمسك القضاء بالمادة 18 وفجئنا ان حصل طلع وكلاء النيابة وطلع قضاء يعني هم منعقدين في الداخل الضرب حصل في الشارع يعني مين اللي خرج للشارع وضرب القضاء وكلاء النيابة خرجوا واشتبكوا عن محامين واطلاقوا نار في الهوى واحد وكلاء النيابة قام بالاعتداء على محامي بكعب طبنجة مما اصابوا في وجهه يعني لما ده بيتم بين قضاء ووكلاء النيابة ومحامين احنا عايزين ننتظر من الشرعي ما يحدث لابد ان يتوقف ولابد ان يراجع الجميع تصرفاته ما يحدث خطر على المحامة وخطر على القضاء وخطر على العدالة وانا اؤكد مرة اخرى انا وغيري من المحامين وهناك العديد من القضاء لا يرضى بهذا السلوك من الطرفين لابد ان يكون هناك عقلاء يتدخلوا لوضع الامور في نصابها السليم والعادل من اجل تحقيق العدالة وليس من اجل مصارع الشخصي لابد من وجود عقلاء لازم يتدخلوا المقصود بيهم مين المقصود بي مين الطرف اللي ممكن يتدخل لحال نزاع بين محامي وقاضي والله فيه اطراف كتيرة لا انا بقى طالب من الطرفين فيه اطراف كتيرة ممكن تتدخل في هذا الامر ومجرد محاولة انتصاص الغضب والحالة التي اصبحت ما بين الطرفين محاولة انتصاصها ممكن تخلينا نقعد على ترابيزة المفاوضات مع بعض اعتقد ان المستشار زكريا عبد العزيز قادر على لعب هذا الدور المستشار اشرف البرودي قادر على لعب هذا الدور هناك العديد من شيوخ المهنة قادرين على لعب هذا الدور واذا طرح على المحامين وانا اقول ذلك اذا طرح على المحامين فكرة تعالوا نشوف نعدل المادة 18 ازاي ونعدل المواد اللي انتوا عايزينها ازاي اعتقد ان كل المحامين هيستجيبوا هذا الامر استاذ سامع عشور استاذ منتصر ازايات استاذ مختار نوح استاذ محمد كامل دول المرشحين لانتخابات نقابة المحامين كنقاباء والعديد من المحامين هيستجيبوا لهذا الأمر واعتقد أنها لحظة مهمة أننا نسمع صوت العقل فيها هل يتخيل المشكلة دي هتفضل قائمة لأمتى؟ لعن الله الانتخابات في نادي القضاء والانتخابات في نقابة المحامين أن إدارة هذه الأزمة تتم على صدى الانتخابات وتتم على صدى بطولات انتخابية زائفة أتمنى أننا نتجها واسعة والناس بقى المتخوفة جدا وفي ناس مقتنعة فعلا أن كل الأزمة دي هي مجرد مصرحية لتأجيل الانتخابات البرلمانية وأن اللي هيكون في سبب فيها فعلا هيكون القضاء والمحامين أعتقد أن انتخافات الناس خوفات منطقية وأنا مش مستبعد مثل هذا الأمر اللي احنا شايفينه أنه نجح النظام الحاكم في أنه يعمل فرقة ما بين كل قوى الصورة والآن الفرقة ما بين المحامين والقضاء تزداد وبشكل مروع لأول مرة بمثل هذه الطريقة يعني حتى في أحداث طنطة ما كانتش بمثل هذه الطريقة الأمر وصل أنه يعني أحد القضاء ودي وقعة يعني تقالت في الصعيد تم إغلاق المحكمة من المحامين فقال لهم لأ أنا هدخل قال لهم لأ احنا أغلاقنا المحكمة على الكل فبعد جاب عزوته وأهله بالسلاح وقال لهم هدخل يعني هتحدش يمنعني فسمحوله بالدخول ده خل شير بقهوة وخرج تاني بقى الموضوع يعني يواصل لمرحلة خطيرة خطيرة من الطرفين لابد أن تتوقف فورا والتوقيت كمان مختلف يعني التوقيت خاطئ يعني من بدايتها من أول طنطة ويمكن كمان من قبلها بسنين ده مش أول حدث يحصل وفي مشاكل قائمة ليه؟ إيش معنى الوقت ده بالذات؟ لا المشاكل القائمة والوقت ده بالذات عشان تعديل المادة 18 اللي يعني أنا أتكلم في تعديل المادة 18 من شهور برد لا لا أنا أتكلم في تعديل المادة 18 اللي هي قد التخوف العديد من المحامين في هذا الأمر لكن أنا أقول 18 وبقول المادة بتاعة نسبة الغرامات وبقول المادة بتاعة التوريس هذه المواد التاس أنا في نهاية الكلام بأكد إن إحنا في أمس الحاجة لقضاء مستقل وقوي ونتمسك باستقلاله ونتمسك بحصنة القاضي وفي أمس الحاجة أيضا لمحاماة قوية وكريمة لأنها هي الوجه الأخر للعدالة لا توجد عدالة على وجه الأرض بدون محامي القاضي وحده لا يمكن لا يمكن له أن يحكم بالعدل فقط ولكن المحامي هنا والمحامي هنا هم الاتنين اللي بيقدروا يوضحوا للقاضي وجهة النظر وهو الذي يتخير ما بين وجهتين النظر العدالة المحامين والقضاء وجهين لعملة واحدة لا تعالي لأحدهم على الآخر ولا امتهان لأحدهم على الآخر وسنظل صنوان لابد أن نتمسك بهذا الأمر من أجل استقلالنا والدفاع عن العدالة في هذا يعني هرجع بحديك معلش خطوة وراء نسبة الغرامات أشارت ليها كذا مرة إيه هي نسبة الغرامات لما بيتم القضاء بالحبس أو الغرامة أو الغرامة فقط الغرامة دي مثلا بتبقى ألف جنيه عشر تلاف جنيه فيه نسبة سيتم خصمها تروح دعم لسنديق القضاء ففي هذه الحالة أنا كقاضي لما فيه نسبة هتجيلي أنا فقدت الحياد لأن مين اللي قال إن النسبة دي أنا مش هزودها عشان الصندوق يزيد ممكن لو القضاء عايزين داخل زيادة ممكن يتعمل طابع زي طابع مهنة المحامة طابع سلطة قضاء فيعمل داخل للصندوق فما يبقاش القضي خاضع تحت تأسيدة أنا بقدم داكة مقترح يتعمل طابع بسيط ماشي تكلفته ما تبقاش زيادة تبقى تكلفته مثلا اتنين جنيه أو شيء في كل دعوة قضاءة تترفع يتحط هذا الطابع وحصيلة هذا الطابع زي طابع نقابة المحامين حصيلة هذا الطابع يذهب أحدك عارف أن دايب شيء غير لأك لأ إحنا عندنا طابع نقابة المحامين يعني أي قضية برفعها بحط طابع نقابة المحامين وده بيستخدن كحصيلة فبدل ما القضي ياخد من الغرامة ممكن يتعمل طابع فنبقى حلين هذه الأزم في مبلغ دخل ليه من السنديق لكن هو كمان ما تمش وضعه في هذا الاختبار لأنه بيفقد حياده الموضوع مش هيبقى متسب أصل القضي ده بطبعه محايد أصل القضي ده متربي أصل القضي ده مش هيعمل كده لأ أنت بتحط شروط موضعية تحمل قادي من الانحياز في المنازع التي ينظر فيه أي قوانين أو مقترحات لقوانين ممكن تحكم العلاقة بين الأدوى والمحامين بدلا ما يبقى فيه كل شوية نزاع ويبقى فيه تخوف من مشاكل تحته ويبقى فيه إضراب عن العمل يكون فيه قانون صارم ومحدد بيحدد شكل علاقة الالطرفين دول بطبعه لا يعني إحنا عندنا اللي بيحكمها زي العلاقة قانونين اتنين في الحقيقة هو قانون السلطة القضائية وقانون نقابة المحامين وهما كافيين لهذا الأمر لابد من الرجوع للتطور التاريخي هو إمتى بدأ النزاع ده هو ليه ما كان النص ما كانش فيه لحد سنة تلاتة وتمانين ما كانش فيه نص في قانون نقابة المحامين بيدي حصانة للمحامين لكن لما بدأ يبقى فيه خلاف على فكرة محاضر الجلسات وبدأ يبقى فيه شقاك وشجار ما بين المحامين وبين القضاء بدأ يتحط نص المرتبط بفكرة حصانة المحامي وهذه الحصانة لا تحمي المحامي من الحبس هي تؤجله فقط تحميه من الحبس في لحظة الخلاف مع القاضي أمام موكله وتتيح للنيابة العامة وتتيح للقاضي من يتقدم للنيابة العامة والنيابة تحقق ولو حصل وتبين أن المحامي أخطأ بيتم حبس المحامي ليه بقى تصميم على أنه لأ من حق القاضي يحبس المحامي في اللحظة دي وأنا بكرر مرة أخر في حالة الخلاف ما بين القاضي والمحامي داخل الجلسة أصبح القاضي خص لا يجوز له أن يحكم في هذه الخصومة التي بيني وبينه والقرار المنطقي حالتها للنيابة هل فعلا في عدد كبير من المحامين عايزين يدخلوا سلك القضاء؟ ده حق للمحامين ده مش جديد يعني ده حق للمحامين وشرف للقضاء أن يكون هناك محامين ما بينهم وشرف للمحامين من القضاء لما بينتهي عملهم بينضموا لجدوى المحامين نسبتهم تقريبا أنتين نسبتهم بيتقوليه لأنه للأسف تعينات النيابة زي ما أنا قلت المفروض أن النسبة دي بيدخل محامين ففي النهاية بيتقدم أبناء المستشارين اللي مخدوش تأدير على اعتبار أنه مقادم في النقاب في التصفية في الحقيقة اللي بيدخل أبناء المستشارين وليس المحامين أعترض البعض قبل كده والذي أول مرة يعترضه لأنه يعني المحامي خير من يدفع عن نفسه لا أعترض وفيه دعاوة قضائية مرفوعة بإلزامهم بتطبيق نص المادة وتعيين نسبة من المحامين فهما بيقولوا ما احنا بنعاين نسبة من المحامين بس هو الطريقة طريقة الاختيار لأنه فيه كشف طبي وفيه كشف هيئة وفيه مقابلة شخصية وفي النهاية بيتم التحكم في الأمر متوقع عيد لا يحصل في الانتخابات البرلمانية مع العيد من أكيد منشور النهاردة في عدد من الصحف أن بعض المحامين بيطلبوا المجلس العسكري من يشرف على الانتخابات لا أنا أرفض ده تماما وأنا مع إنهاء الأزمة بين المحامين والقضاء فورا وأن القضاء هم اللي يشرفوا على الانتخابات وأنه لابد من الطرفين يتوقفوا عن استخدام الصلاحيات التي مكنها منهم المجتمع ومنحها إياهم من أجل الثقة فيهم ومن أجل استقلالهم أن إحنا نستخدمها في المصالح العامة أنا مع أن القضاء هم اللي يشرفوا على الانتخابات وأن دي ضمانة لكل أبناء هذا الوطن القضاء هم اللي بيشرفوا على الانتخابات وأن كل هذا الصراع لابد أنه يتوقف لأنه في الحقيقة ما فيش أي داعي لي وممكن بصوت العقل تتعامل لجنة ما بين الطرفين ونتفق على مثل هذه الأمور يعني افتراض حل النزاع بين الطرفين ده شيء يعني إيجابي جدا وياريت أنه يحصل لو ما حصلش حتى وقت الانتخابات متوقع مين الطرف اللي ممكن يرجع خطوة والوارا عشان يسيب الشعب ده يمشي قدام خطوطين بهذه الطريق التي يتم تناول الأمر فيها في الإعلام وهذا التصعيد من بعض القيادات في الطرفين كلنا هنبقى خسرانين ومش بس المحامين والقضاء هينكسروا كده كده احنا بننكسر كل يوم في الشارع في استمرار هذه الأزم الوطن كمان هينكسر استحالة استحالة ده يحصل في أي مجتمع استحالة استمراره استمراره خطر على الجميع لابد أن يبقى فيه صوت عقل يطلع يتكلم ولابد أن تتوقف عمليات الهجوم من الطرفين اللي هنا واللي هنا يعني باسم هذا الوطن وباسم الثورة وباسم كل شهده أرجوكو المستشار حسام الغرياني والمستشار أحمد مكي والمستشار الزند والأستاذ سمع عشور والأستاذ منتصر الزيات والأستاذ مختار نوح وكل شيخ مهنة المحامة أرجوكو إلعابوا دور لإيقاف هذا الأمر طب ليه ما يجتمعش عدد من المحامين بيمثلوا طبعا الأغلبية يذهبوا لدار القضاء العالي ويطلبوا أن يكون فيه أحوار ما بينهم فيه محاولات بعيدة عن الأعضاء فيه محاولات احنا بنا مش عايز يعني أعلن عنها كان فيه اجتماع أنا دعيت لي ولم أتمكن من الحضور لحضوري في أحد التحقيقات ما بين المستشار زكري عبد العزيز وبعض زملاء لنا من المحامين منه الأستاذ عصاملس لنبولي والأستاذ أحمد سيف لتقديم مكترحات لحل هذه الأزمة نتمنى أن احنا ننجح فيها ونكمل فيها فيه مكترحات أنت ممكن يكون دو يعني أتمنى أن خلال الأيام القادمة نقدر ننجح فيها أكيد أستاذ خالد عيري مدير المركز المصري للحقول الاقتصادية والاجتماعية بشكل حديث جدا من نورتنا يا رب الأزمة دي تتحل عشان ده هيكون في الآخر في صالح المجتمع كله ومش في صالح المحامين ولا قضاء فقط أكيد بشكل حديث شكرا 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 شكرا